بنات يا بنات سلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير فليما جبت لكم الدول برد بامتياز وصفة البكبوكة الوجدية شي حاجة خطيرة يا البنات ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم فهذا الوصفة معروفة عندنا في مدينة وجدة نتمنى انكم تجربوها بطريقتي وغادي تعجبكم بزاف بزاف وان شاء الله غادي نوريكم حتى كيفاش تقدرو تحتفظوا بها في المجمد المهم تجمعوه نهار روينا نهارو ومبعد غادي تهنوه بمرة المهم اخواتي هنا بالنسبة للمكونات هي هادي باش غادي نعمرو دوك المزيودات يعني البكبوكة المعمرة هي الكرشة المعمرة المهم اخواتي بالنسبة للمكونات عندي هنا يا نصف كيلون تاع الارز ولكن غادي نستعمل ثلاثا تاع الكرشات اللي انا سبق لي ونقيتهم وطريقة انت تنقية المهم كل وحدة وكيفاش كتدير انا المهم كندير الماء الطايب كنخوي عليها كنكرطها هاكا مزيان ونرجع نخوي عليها الماء الطايب مرة اخرى ونكرطها مزيان المهم حتى ما يبقاش فيها نهائيا ذاك داك اللي كيكون المهم كل وحد وشنو كيبغي هاكين اللي كيبغي يخلي فيها ذاك شي وكاي اللي يبغي ينقيها هاكا كيف ما درت انا المهم انا هدي هي طريقتي في البكبوكة باش ننقيها ندير لها هاكا قبعت واحد الكيمية كيف ما شفتوا معايا وشي الاخر خليتوا هاكا باش نعمروا مزيودات بالنسبة للكيمية نتاع الارز كيف ما قلت ليكم عندي نص كيلو اللي سلقتوا سلقة كاملة لكن انا مستعملة هنا الارز داك الخشين اللي كيدخل عبر الاسباني المهم عشرة درهم الكيلو كان يدير في داك وقيتها المهم هدك كيستحمل الطياب انتو ما يلا كنتو غادي تستعملوا الارز اللي ما كيستحملش الطياب غادي تسلقوه غير نصف سلقة باش من اللي ينطيبوه غادي يزيد ينتفخ ويتسلق سلقة كاملة بالنسبة للعطرية هي هادي عندنا الزنجبيل لبزار الخرقوم الكامون والملحة اما المقوينات الاخرى غادي نستعملوا ان شاء الله بتقاطع انتع اللحم هاكا اللي غادي نقطهم غير قطع صغيرة ما غاديش نستعمل انا نهائيا لمصار لريا هادي هي الطريقة انتعين معتادة شوية انتع الحمص مرتب ومفصوص يعني نقيتو هاكم ديك القشرة كذالي قدرت شوية انتع القصبرو مع الدنوس بكمية زايدة في الحقيقة واحد البصلة اللي انا شلطها رقيقة هاكا وبالنسبة للتوم انا دايرة هنا هي لكل بكبوكة ان شاء الله غادي نستعملوا لكل كرشة غادي نستعمل اربعات الفصوص نتع التوم يعني ربعات سنانف نتع التوم يعني تقريبا من 12 تال 15 تال سنانف لهاد الكمية دايرة شوية انتع الشحمن تالكلاوي لكن غادي نقص في الكمية انتع الزيت الشحمن تالكلاوي قدرتها رقيقة غادي تعطني واحد اللدة عجيبة غيجربوها البنات بهالطريقة والله ما غادي تندمو المهم اخواتي هنا داك الارز اللي سلقتو سلقة كاملة فانا مولفن ستعمل هاد الارز يعني متأكدة انه خاص لقتو سلقة كاملة رغم ما غاديش يتعجل وانا عمرت بهاك البكبوقة يعني وخا غادي زيدي طيب معادك الحمص في وسط البكبوقة ما غاديش نهائيا يتعجل لي مهم درتقاء الكمية ولا المقادير اللي ذكرتها معاكم الشحمن تالكلاوي غادي ندير نصف الكمية توم غادي ندير نصف الكمية الداخل والشي لاخر غادي نخليه باش ننصب به المرميطة دوك تقاطع نتع لحم كلهم درتهم والعطرية هي هادي تقريبا درت معلقة معمرة نتع الزنجبيل درت واحد معلقة مسوحة نتع لي بزار معلقة معمرة نتع الكامون والملحة والخرقوم اكيد حسب اللون درت معلقة كبيرة المهم احنا بالنسبة لي انا درت واحد نصف دامة نتع البنة نتع البقري انتم ما بغيتو تديروها ديروها بغيتو تستغنائو عليها استغنائو عليها المهم ديك المسألة انتع صحية ماشي صحية كل واحد غادي تحكم في دكشيف المطبخ دياله بغيتوا اضيفها أنا عليا انا اضفتها لداخل كاتعطي واحد للدازوينا مرة مرة ما فيها باس أنا المهم استعملتها وصافي المهم هادي شي اللي كاينتو ما ما تستعملوهاش ما تستعملوهاش صافي انا اخلط كل شي مع واحد وشنو نقول لكم تقريبا واحدة ربع كاس زيت نباتية ودك القصبر من لي كيكون هكا بزايد كيعطينا واحدة لده عجيبة وهنايا في آخر لحظة تفكرت ماطيشا كنت نسيتها ما حطتهاش مع المقونات تقريبا كانت عندي ثلاثة تحبات مطيشا اللي محقوكها هكا اللي غالي نضيفها على دك الأرز كاتجي خطيرة بغيتوا تديروا مطيشا لداخل ديروها ما بغيتوش تديروها المهم أنا هادي هي طريقتي كاتجي شي حاجة عجيبة يا البنات غي جربوها بطريقتي وانتوما غادي تتلددوا اللي بدانتاحها صافي مشيت مباشرة بعد ما خلطت كل شي المقونات غادي نعمر دو كلهم زيودات في الحقيقة أنا درتهم زيودات نيت يعني يراهم قبار انتع الصح انتوما إلا بغيتوا تديروهم على النص يعني غادي تديروغي بحل هادي تقسموها على زوج وتخيطوها فالمنظر غادي تجي أكيد أحلى لأنه أنا كانت عندي الكيمية شوية كبيرة وكانت عندي تمارة في هاد النهار بغيت ضغية ضغية نجمع ونطوي كيف ما كايقولو وصافي هادشي اللي كان المهم أهم حاجة هي الوصفة أنا درتها به هالطريقة وكانتجي خطيرة وهي الوصفة المعتادة عندي المهم أنا غادي نعمر هاكا غي الجهد اللي نخلي لدك الخيط باش هاكا نخيط دوك البكبوكات انتوما إلا كنتو غادي تستعملوا الأرز اللي مسلو كريم السليق حاولوا أنكم تخلي والمكان باش ماللي ندفق شوية مايفرقعش ليقوم ديك البكبوكة المهم هنا يا هادي هي الكمية أنا اللي حضرت بيها انتعى ثلاثة ذلكرشات دارت لي هادي هي الكمية نتعى المزيودات مع واحد الكمية قطعتها رقيقة أنا غادي ان شاء الله نطيب ثلاثة نتعى المزيودات دابا ومنبعديها غادي نخلي شي لاخر غادي ان شاء الله نحفظ به في المجمد المهم المقونات اللي غادي نصب بهم هاد البكبوكة هي واحد زوج مطيشات محقوقين واحد البصلة مشل دارقيقة داك الشي اللي تبقى لي متوم لأنا قلت لكم عندي من 12 حتى 15 فصل هاد الكمية فانا درت النص الداخل والنص غادي نديرو على برا عندي شوية شحمة الكلاوي كيف ما قلت لكم خليت درت النص الداخل والنص على برا شوية ديكتبرو مع الدنوس والعطرية نفسها غادي نديرها على برا المهم غادي تشوفوا معي الطريقة نتعى النصيب كيفاش غادي ندير غاية شوية زيت نباتية لانني مستعملة شحمة تاع الكلاوي غادي نحط ديك البصلة ومطيشها المحقوقة بغيتوا تقطعوها رقيقة المهم انا هنا حقيتها وغادي نخلي داك شي حتى يبدي هاكا يدخلو سخانة وغادي نحط دوك المزيودات متاعي واحد اللي قمشا هاكا من دوك تقاطع متاع الكرشة باش هاكا من اللي نكونو ناكلو فيها نصيبو داك شي التاع لبرا المهم غادي نبدي نشحرف هاد شي متاع المزيودات والشي لاخور غادي نحطوه في المجمد من اللي نبغيه غاية دي كونجلة وننصب بنفس الطريقة اهنا يا جاوقت العطرية درت الملحة لبزار وكذلك الزنجبيل وغادي ندير الخرقوم الخرقوم البلدي طبعا انا مستعملة وهنا يا الكامون ما غاديش نضيفه دابا احتم مرة قعد ندير الكامون المهم عندي هنا شوية شحمة كيف ما قلت لكم وغادي نضيف تاديك التومة فعلاش الكامون ما نديروش في الاول لان العطرية من اللي كانت تقلة مع ديك البصلة وذك شي الكامون اللي لادرناه في هاد شي غادي يطلق لنا واحد المرورة كنخلي واحدان شحرو هاد شي مزيان ومبعدها نضيفوه مباشرة نمرقو عليه فهنا ياخديت واحد الموس اللي عنده الراس ماضي وبقيت كانت تك في ديك الكرشة ولا دوك المزيودات هاكا باش داك المراق يدخل حتى الداخل ويتنكه داك الارز اللي الداخل هاد شي ما كان المهم هنا تشحر داك شي مزيان مزيان صافي جال وقيتا اللي غادي نضيف فيه شوية دلقصبرو مع دنوس تقريبا واحد تلت مع الققبار وغادي نضيف الكامون دا بادرت تقريبا مع علقة كبيرة لانا نعرفو الحموس كيبغي الكامون ومبعدها غادي نمرقها كبالما حتى نغطي على داك المزيودات كيف ما غادي تشوفوا معايا ومين بدا يغلي داك الماء ضفت واحد الكمية نتاع الحموس وخليت هاد شي فوق النار يعني سدها كطنجرة الضغط خليتو تقريبا نصف ساعة تحت نار متوسطة ولا اقل من متوسطة حتى طابدك شي ووش نقول لكم الريحة يا سلام ولده يا سلام نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة رائعة رائعة وان شاء الله غادي نحليكم واحد المزيودة هكا من الداخل باش تشوفوا المنظر متاحة ودك الروز ومقوم هكا بالربيع ودك تقاطع انت عن الحم المهم شي حاجة عجيبة ان شافي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي دا بنحليكم واحد المزيودة وتشوفوها بغيتوا تستعملوا كمية اكبر من الحمص على هكا تستعملوها بغيتوا تقللوا ذاك شي انا المهم اعطيتكم الوصفات كيفما هي كيفما حضرتها لولداتي سافي هاد شي مكان نتمنى ان فيديو اليوم هنا الاعجابكم ونتمنى انكم ما تبخلوش عليها باللايك والاشتراك في القناة بالنسبة لي اول مرة يشوف قناتي كذلك تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد والبرتاج مع الاهل والاقارب فادا بغادي نحلل معاكم واحدة باش تشوفوها من الداخل فصدقوني انها هكا تجي رائعة رائعة فهد الوصفة كيفما قلت لكم انها معروفة في مدينة وجدة بالضبط يعني المنطقة الشرقية انتع المغرب هانتوما من الداخل وهكا غادي نقدموها نبقى وناكلو من دكشي انتع الحمص ودوك التقاطع انتع البكبوكة وفي نفس الوقت نهزوها بفرشيطة ولا بمعي القادة كشين تاع الروز اللي كي يكون من السم ومنكه مهم شي حاجة عجيبة يلا ها اخواتي خليت لكم الراحة نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته